لم تلدغي الحكومة من الحجر هذه المرة على العكس بدأ أنها قد تعلمت درس موسم أمطار الشتاء 2017 وأظهرت قدرة كبيرة على إدارة الأزمة بنجاح واقتدار شكلت غرف عمليات في مختلف الجهات ذات الصلة أصدرت قرارات اتسمت بالحسم والحزم لإيقالة المسؤولين المتهمين بالتقصير وأخرى كان من شأنها حماية الأرواح والممتلكات ونزل رئيسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لنبارك يتفقد شخصيا وبنفسه الاستعدادات والتدابير وأكد لنبارك قدرة الدولة بما لديها من إمكانات على مواجهة أي طارئ مشددا على جاهزية القطاعات الأمنية المختلفة والأجهزة المعنية للتعامل مع آثار الأمطار وأوضح لنبارك في تصريح سحفي خلال جولة تفقدية قام بها على غرفة اتخاذ القرار برفقة وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للاطلاع عن قرب على جاهزية القطاعات الأمنية والأجهزة المعنية الأخرى للتصدي لسوء الأحوال الجوية أن قرار تعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمدارس جاء لمنح رجال الأمن والجهات المختصة المجال للتعامل مع آثار سوء الأحوال الجوية ولسيما أن البلاد تمر بموجة أمطار غزيرة وصل منسوبها إلى 57 مليمترا وخلال اجتماع بمركز العمليات في إدارة الإطفاء أصدر لمبارك قراره بعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولين عن غرق بعض الشوارع والطرق إلى التقاعد فقط وتشكيل لجنة تحقيق معهم وإحالة أي مقصر إلى النيابة في السياق ذاته أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة أنس الصالح قرارا بإحالة المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أحمد الحصان إلى التقاعد اعتبارا من أمس وكانت الحكومة قد استهلت يوم أمس بحزمة من القرارات والتدابير الرامية إلى مواجهة الأزمة إذ قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل في جميع الوزراء والدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس وكشف وزير الأشغال حسام الرومي أنه لن يتم التجديد لوكيلة وزارة الأشغال عواطف الغنيم وستتم إحالتها إلى التقاعد وقال الرومي إن ما حصل لا يمكن السكوت عليه وهناك مسؤولية تقع على عاتق القياديين في وزارة الأشغال وهيئة الطرق وسيتم التحقيق بهذا الشأن ومحاسبة المقصرين في حال وجود تقصير وأكد الرومي أن المسؤولية تطال كل القياديين سواء الحاليين أو السابقين ومن أحيل للتقاعد ومقاولي الشركات وقال في بيان صحفي بناء على تعليمات رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة تقصي حقائق فنية وقانونية من جهات محايدة لبيان ومعرفة أوجه القصور والأخطاء وأوضح أن الوزارة ستعلن بكل شفافية ما ستصفر عنه اللجنة وأكد أنه لا يتوانى عن محاسبة المقصرين مهما علت مناصبهم سواء الحاليين أو من تمت إحالتهم إلى التقاعد أو السابقين مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية لملاحقة من يثبت تسببهم من مقاولي الشركات المنفذين لمشاريع تلك الجهات أو غيرهم وأصدرت الأشغال قرارات بوقف كل من الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة محمد بن نخي والوكيل المساعد لشؤون الهندسة الصحية عبد المحسن لعنزي شهرين عن العمل وسط معلومات عن توجه لفتح ملف مشروعات الطرق والبنية التحتية التي أنجزت في عهد الوكيل السابق للأشغال عبد العزيز لكليب في التطورات الميدانية كشف رئيس قسم التنبؤات الملاحية بإدارة الأرصاد الجوية للطيران المدني ضرار العلي أن كمية الأمطار بلغت في مدينة الكويت 58 مليمترا وفي المطار 40.4 مليمتر وفي السالمية 35.2 مليمترا وفي فيلكة 50 مليمتر فيما وصلت سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 95 كيلو مترا في الساعة وفيما كشفت الصحة عن تعامل المستشفيات مع نحو 8000 حالة كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية منذ الجلاهم للسياسة أن الإدارة تلقت 767 بلاغا عن حالات طارئة خلال الفترة الممتدة من السابعة من مساء الاثنين وحتى السابعة من صباح أمس مشيرا إلى أن الإدارة جهزت 74 مركزا للطوارئ و97 سيارة إسعاف ونحو 500 فني للتعامل مع الحالات الطارئة من جانبها ذكرت مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية الدكتور حاب الوطيان اعتماد 42 مركزا صحيا بجميع المناطق بنظام الخفارات في موازات ذلك أكد مدير إدارة الملاحة الجوية في الطيران المدني حماد السنعوسي أن حركة الملاحة الجوية في المطار طبيعية ولم تتأثر بالحالة الجوية كما أكدت الخطوط الجوية الكويتية أن رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي رغم حالة الطخص غير المستقرة وأن الجدول التشغيلي لرحلاتها مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات من ناحية أخرى أعلنت وزارة الكهرباء والماء أنه لم تحدث أي أعطال تذكر على الشبكة وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري إن الأمور تسير كالمعتاد في جميع محطات الإنتاج والنقل والتوزيع وما يحدث من بعض الانقطاعات يعتبر اعتياديا في مثل هذه الظروف وفيما علقت بورصة الكويت أعمالها موقعا أكدت مؤسسة الموانئ أن حركة الملاحة مستمرة دون توقف رغم حالة الطقص التي سادت خلال الليل أما الإدارة العامة للإطفاء فأعلنت أنها طلقت أكثر من 200 بلاغ تم التعامل معها دون تسجيل بلاغات خطيرة وأوضح مدير الإدارة الفريق خالد المكراد أن معظم البلاغات كانت حوادث تتعلق بتماس كهربائي وعمليات إنقاذ لأشخاص عالقت مركباتهم في تجمعات مياه الأمطار إضافة إلى غرق بعض سراديب المنازل وانقذت أسرا وأطفالا غمرت المياه منازلهم أخيرا قررت وزارة التربية استئناف التدريس في جميع مدارسها بعد اجتماعات ماراثونية ترأسها الوزير العازمي وانتهت إلى عدم الحاجة إلى تمديد العطلة بعد تأكدات المناطق التعليمية جاهزية المدارس وانحصار التداعيات على تجمعات المياه في عدد قليل من المدارس اشتركوا في القناة